لأكثر من ثلاثمائة متر تضطر هذه المرأة المسنة حمل أواني المياه على رأسها لإيصالها إلى المنزل مرتين في اليوم لعدم وجود محطة لتصفية وضخ الماء لمنازل المواطنين في منطقة كصيبة الثانية جنوب ميسان لا ماء لا كهرباء منطرنا هنا ولي هاي شبعنا ضيء مرضى ضيء مضلائم شبعنا ما منشط نيب ماء ماكو نبات قطع ماكو لا السالة ولا هاي كيش ماكو يعني في سنة 2022 لا خدمات ولا ماء الماء خابط كله يعني حتى جهاننا صارت حساسية بهم من ورا الماء المالح والخابط قبلون هايش على أطفال كام يعني نعوف بيوتنا ونروح والله منشط ننقل ماء هاي جهاننا يعني بالبيت كله هايش صارت حساسية من ورا هاي الماء الخابط الماء مدرسة التراكت والله من ورا هاي المعانات يعني وين الروح لا خدمات ولا ماء الماء مالح كله وتعاني المنطقة من ترد الواقع الخدمي سيما الكهرباء والطرق الترابية فضلا عن الحاجة لمركز صحي بما يتلأم وطبيعة المنطقة الريفية وتراجع الواقع الصحي فيها بسبب سوء الخدمات نحن أهالي منطقتك صيبة ثانية لفيف من المواطنين تقريبا بالألف بيت تقريبا منذ نشأة الأرض نحن بلا مجمع ماء ناخذ الماء من الشط مباشر ورغم عديد المناشدات تروح تجول مناطق يبعد عنك مية كيلو ميتين تلقى بس نحن اللي نبعد 11 كيلو على المركز الوحيدين ما عدنا مجمع ماء والله لو شوف معاناة الماء يعني نساءنا تحمل ماء على رأسها بقدورة والله واللي عافت مدارسها واللي يعني وضع مجري والله العظيم هسا لو شوف أطلع لك إحنا ناس يطلع ملح من أجسامنا لأن الماء مونظيف وتبعد منطقة كصيبة الثانية 11 كيلو مترا إلى الجنوب من مركز المدينة فيما يؤكد المواطنون أنهم تلقوا الوعود بتقديم الخدمات من الحكومة المحلية من ميسان حيدر الساعدي قناة دجلة اشتركوا في القناة